لم يعد العراق ملكا للتمور بهذه الكلمات تلخص وكالة رويترز في تقرير لها واقع زراعة التمور وتسويقها في البلاد فالمعلومات الواردة في تقرير الوكالة تتحدث عن اعتماد السوق العراقية على التمور الايرانية بنسبة وصلت الى 90% من حاجة السوق الفعلية السياسات الحكومية المعتمدة في انتاج وتسويق التمور دفعت التجار المحليين الى الاعتماد على التمور الايرانية اذ تخلى الكثير منهم عن بيع التمور المحلية نظرا لما يجنيه هؤلاء التجار من ارباح جراء بيع التمور الايرانية تقرير رويترز نقل عن مسؤولين حكوميين ان ايران تجني اموالا طائلة من تبادلها التجاري مع العراق وصلت الى 12 مليار دولار سنويا اذ تشكل واردات التمور الايرانية جزءا كبيرا من مجموع حجم التبادل التجاري بين البلدين اسباب عديدة وراء تدهور سوق التمور العراقية بدأت منذ عام 2003 ابرزها رداءة الانتاج واهمال الاستثمار الزراعي في هذا القطاع اما القليل المنتج من تمور العراق فهو عرضة لسوء التعبئة والتسويق في مقابل تهريب شحنات ضخمة من التمور الايرانية الى العراق لتباع باسعار زهدة اما بالنسبة لادوات زراعة التمور فالمياه شحيحة والمبيدات الزراعية نادرة ومولدات الطاقة بلا وقود وهي عقبات لا يواجهها المنتجون الايرانيون اما على الصعيد الامني فان الكثير من بساتين النخيل في محافظات ديالا وصلاح الدين والانبار والتأميم ومناطق جنوب العراق تعرضت للتجريف سواء من قبل الالة العسكرية الحكومية او من قبل الفلاحين انفسهم الذين لم يجدوا بدا من تحويل اراضيهم الزراعية الى مناطق سكنية لاسباب اقتصادية العراق الذي وصل عدد نخلاته الى 35 مليون نخلة قبل الغزو الامريكي عام 2003 كان ينتج 75% من كمية التمور المنتجة في العالم وفقا للمجلس الدولي للمكسرات والفاكهة المجففة الا ان تلك الارقام باتت من الماضي كما بات العراق اشتركوا في القناة